موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الناس أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج البيت تربيت ولدنا مسؤولية كبيرة جدا ومهمة مش سهلة خالص كلنا أكيد نفسنا نحن ننجح في المهمة دي ونطلع أجيال سوية نفسيا أجيال نجحة أجيال تشرف نفسها وتشرف بلدها وعشان كده بنكون حرصين جدا من وهم صغيرين أننا نعلمهم ونغرس فيهم صفات كويسة صفات تكون ثابتة في شخصيتهم وتخليهم أن هم يواجهوا أي حاجة سلبية ممكن يتعرضوا لها بأي شكل طبعا من الأشكال لأن زي ما بنقول إحنا غرسين وزرعين فيهم اللي يقدر يحميهم ويقدر أنه هو يقويهم الفترة اللي جاية طيب ده بيخلينا متطمنين عليهم على فكرة طول الوقت وطول العمر إحنا نزلنا سألنا الناس في الشارع إيه أكتر صفة أنت بتكون حريص أن أنت تعلمها لأولادك من هم صغيرين تعالوا نشوف الناس قالوا إيه ونرجع لكم تاني أنا حريص الولادي المفروض أنهم يكون فيه صفة الحب والمحبة والعطف بين الإخوات وبعضيهم وطبعا أنا من صغر ولادي كنت حريص جدا جدا ودائما وأبدا نعلمهم الأمانة والصدق في القول والعمل من أهم الصفات اللي المفروض يتعلموها هي صفة الصدق دي أهم حاجة ما يجذبوش علي مهما كان ومهما حصل تمام حسن الأخلاق طبعا احترام الكبير أنهم يعملوا الناس معاملة طيبة الصدق لأن الصدق بيخلي الإنسان يتحلى بالأخلاق الكريمة من ناحية فضائل كتير تصرفاته معاملاته وأفعاله أنا حاولت أعلم ولادي أول حاجة الصدق وما فيش كدب طبعا أنه هو يرضى بالمقسوم أنه هو يرضى بحياته أنه هو يكون عنده برضى بكل شيء أنه هو يبقى آمين في حياته أكتر حاجة أنا بحبها أن أعلم ولادي الصدق والأمانة وأنه ما يجذبوش أهم حاجة يعني أول شيء حب الوطن أكيد والصدق والأمانة وقبلهم قبل حب الوطن أكيد طاعت الله ورسوله عليه السلام أكتر حاجة كنت حريص عليها أعلمها لولادي الصدق والأمانة حب الوطن التعاون مع الآخرين أول حاجة نعلمها لولادنا المرؤة والطيابة والمحبة لربنا زي ما شفنا قراء الناس في الشارع الحقيقة أنه هم عندهم وعي كبير جدا وحرصين أنه هم يعلموا ولادهم صفات كتيرة جدا يعني نقول إيه ده المحبة بين الإخوات الصدق الأمانة الرضا حب الوطن حب الناس أنه نعمل كمان خير يعني الحقيقة كل الناس ما شاء الله عليهم يعني كلهم مجمعين على الصفات الجميلة دي الرضا كمان فربنا كده يا ربي عيننا جميعا على تربية ولادنا ونقدر نحن نطلع عجيال صالحة ونفعة فيه جملة بحبها قوي بتقول إيه جزور التربية مرة لكن ثمارها حلوة استأذن حضراتكم ونطلع فاصل ونرجع بقى نبدأ فقرتنا مع دكتورة فاطمة عنتر الوعيدة بوزارة الأوقاف وحديث بقى مهم جدا حول مفاهيم العيشة السعيدة في البيوت انتظرونا مرحب بحضراتكم مرة تانية طول الوقت بندور على شعور السعادة ويمكن مفهوم السعادة ده بيختلف من شخص الآخر باختلاف طبعا ظروفه وحياته بس في الآخر حيفضل شعور السعادة مطلب وهدف عايزين ان احنا نوصله طيب ازاي نوصل للشعور ده بشكل كامل هل في علاقة كمان بين السعادة والتسليم والرضا طيب ازاي نعمل المعادلة دي وبشكل عام ايه هي كمان مفاهيم العيشة السعيدة في البيوت خصوصا للناس اللي لسه بتكون وبتعمل بيت جديد وعايزين الحياة فيه تكون مستقرة ونجحة كل النقاط دي والاسئلة هنعرفها طبعا بالتفصيل من دفتنا العزيزة النهاردة اللي منورانا في الستوديو دكتورة فاطمة عنتر الوعيدة بوزارة الأوقاف في البداية دكتورة كده عايزين نعرف ازاي نقدر يعني طبيعي عشان نوصل لهدف معين فيه خطوات بنمشي عليها وفيه حاجات بنمشي عليها ازاي احنا نقدر نوصل لمفهوم السعادة ده يعني ايه الخطوات المفروض نمشي عليها عشان يبقى خلاص نحس بشعور السعادة ده في حياتنا بشكل عين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مطلب جماهيري كل الناس عايزة موصودة كل الناس عايزة تعيش سعيدة من غير مجهود ومن غير اي حاجة عايزة مشتة اعيش بيها سعيدة بالظبط لكن يعني ايه سعادة هو انا اصلا بدور على ايه على انهي معنا بالظبط هل بدور على شعور ان انا اكون مطمنة ومرتاحة ولا دوام الاطمئنان والراحة دي دي الفكرة ان اغلبنا بيدور على دوام الاطمئنان والراحة وما نعرفش ان اصلا حياتنا متغيرة ما بين وبين لكن الراحة والاطمئنان موجودة ايوة اما السعادة الابدية هي في الجنة بس الله عز وجل هو اللي بيقولنا كده بالظبط اه الذين سعدوا فين في الجنة بس كده لكن الاطمئنان والراحة موجودة في الدنيا بس متغيرة وتلك الايام نداولها بين الناس بعض الايام بتبقى فيها راحة وسكينة بعض الايام التانية قد يكون فيها يعني تحديات مشكلات نقدر نتعامل معها واحدة واحدة والدنيا بتمشي الدنيا دار شقاء كمان يعني دايما بنقول ده حقيقي سيدنا الله عز وجل لما سيدنا آدم نزل من الجنة فربنا سبحانه وتعالى هو اللي لنا كده يعني ايه اخرجه من الجنة فشقى في الدنيا يخرج انكم من الجنة فتشقى ده سيدنا آدم فالدنيا فعلا هي دار شقاء اللي فيها تعب ومشقة وكبد ولكن قد يكون فيها الراحة والاطمئنان وفيه اساليب ووسائل وأشياء بين التباعة علشان نوصل للراحة والاطمئنان دي بس نكون عارفين ان هي متغيرة بالضبط كده طيب ازاي انا احقق السعادة اللي هي فيها راحة والاطمئنان دي لازم اكون عارفة ان فيه حاجات جوايا وحاجات من بر ان انا في الاساس عايش جوا نفسي وبرضو انا بتعامل مع الناس طول الوقت من اول ما ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الانسان او الانسان بيتولد يعني بيبقى فيه علاقة بين وبين كل اللي حواليه الاول بتبدأ من الام وهو لسه بيبي صغير بعد شوية بيبدأ يخرج من حضنه امه يبقى مع الام والاب طب بعد حبة بينزل الحضانة والمدرسة شوية بنلاقيه اكبر ويبقى في مجتمع اوسع شوية وبتعامل مع ناس خارجيين بيأثر ويتأثر فبالتالي الناس اللي انا هأثر فيهم وتأثر بيهم هأولي مشاعر وهيبقى فيه بيننا مشاعر متبادلة يعني معنا كده هيأثروا في حياتي وجوايا والمود اللي انا عايشه وكمان الافكار الداخلية بتاعتي هتأثر فيه طيب ايه اللي جوايا وايه اللي برايا علشان اكون انسان سعيد انا برضو انا عايز اعرف اعمل ايه ابص النفسي من جوا على الافكار اللي انا بتبناها والمعتقدات اللي جوايا هي اخبارها ايه علاقتي بنفسي وعلاقتي برب العالمين سبحانه وتعالى ماشي ازاي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئنوا القلوب تجي لي ام جميلة كده وتقول لنا قلبي دايما مكتئبة وعندي وعندي مشاكل اقول لها اذكري ربنا شوي فتعتقد ان دي امور وعظاية بحتة عشان احنا بنصدقش احنا عندنا مشكلة مع التصديق مع الصدق احنا بنصدقش قوي يعني لأ وليلي حاجة هي عايزة حاجة سريعة حاجة حالة سريعة للأسف طبيعة الحال احنا عايشينها دلوقتي والسوشال ميديا وغيره اصبحت بتفرض علينا وضع معينة هو السرعة ما بقاش عندنا صبر ولا تقبل لاشياء روحية غير مرئية السعادة دي شعور غير مرئي فليه احنا منتظرين اشياء مرئية فقط هي اللي تحللنا هذه الاشياء الغيبية ما هي حاجة احنا مش شايفينها اصلا فممكن تتحل بحاجات برضو مش مرئية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله انت قلبك هيتطمن وهتجي لك السكينة لما تذكر الله شوية عندك قلق وعندك شوية حاجات معرقلة عليك السعادة طب اعودي مع ربنا حبه طب علاقتك مع ربنا اخبارها ايه طب العقيدة اللي جواكي اخبارها ايه عن الله راضي عن ربنا اصلا راضي عن ربنا ولا لا تقول لك لا لا راضي لكن كلام اه مش من جواه اخبار العقيدة الصحيحة ايه الكلام ده صح ولا مش صح يعني من راضي بالله ربا وبالاسلام دينا سيدنا النبي صلى الله عليه لنا كده من راضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبيا واجبت له الجنة واجبت له الجنة بس اهم حاجة يرضى يرضى هو احنا راضيين بالله ربا راضيين عن ربنا سبحانه وتعالى واختياراته لنا اختياراته اننا انثى مثلا ربنا عز وجل اختار لي اننا اكون امرأة أنت راضية بدها. فنلاقي بعض البنات عندها سخط على الأمر ده. فتبدأ تقلد الأولاد في لبسهم، في طريقية كلامهم، في طريقية حواراتهم، في طريقية حياتهم. لأنها مش مبسوطة بنفسها. هي مش راضية. مش راضية بإختيار ربنا سبحانه وتعالى ليها. وبالتالي هي مش راضية بربوبية الله سبحانه وتعالى لها. ممكن نقول مش راضية بالقضاء والقدر كمان مش راضية ندا نصبها. اختيار ربنا ليها. هي عندها مشكلة فيه. فأهم حاجة أني أكون صريح لما أسأل نفسي السؤال ده أنا عندي رضا عن اختيار ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأقدار ولا لأه إزاي بقى أقدر أوصل للرضا ده إزاي أوصل للرضا ده زي أنا بقولك كده بالحوار الداخلي الرضا أصلا مفهومه إيه يعني إيه رضا يعني تقبل الرضا هو تقبل وسكون القلب لحكم الله سبحانه وتعالى لي مش بس أني أكون صبر لأن برضو في ناس عندها خلط ما بين الصبر والرضا فيه فرق فيه فرق إيه الفرق بين الصبر والرضا جميل إيه الصبر هو حبس النفس عن السخط إن أنا خايفة أني أكون سخطة على قدر الله فببدأ أصبر وأحبس الغضب الجواية عن هذا الشيء أنا متضايقة بس أنا صبرة بس صبرة والصبر ده له جزاء كبير ربنا عز وجل يقولنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر شيء لا يوضع على الميزان أبدا لا يوزن لا يوضع على ميزان العبد وإنما ربنا سبحانه وتعالى بيوفي الإنسان على صبره بدون حساب فشوفي بقى لما رب العز سبحانه وتعالى يقولك إن الصبر ده مش هتتحسب عليه ده ده في حتة تاني ده بعيد عن الميزان فالصبر جزاءه رائع ورهيب لكن الرضا سعادة وسكون وانشراح القلب والصدر تجاه أقدار الله سبحانه وتعالى جميل عندك مثلا الأولاد بتوع سنويل عم أولادنا حبيبنا اللي جابوا مجموع مش عاجبهم قوي فييجي الولد أقوله حبيبي أنت ربنا كرمك بإيه فنلاقي هنا بقى الفرق بين الصبر والرضا في طريق التقبل للموقف الصبر اللي هو دينا جبنا مجموع خلاص وانما نشوف بقى دينا صبرين وسكتين وانما نشوف ده قد يكون صبر قد يكون صبر ولكن مش رضا مش رضا نلاقي رد تاني أسلوب تاني الحمد لله ده ربنا كرمني كرم كبير والله والله أنا ذاكرت بس ما ذاكرتش المذاكرة دي كلها الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا خلاص عارفة نفسها وردية واختيار ربنا لي حتى أنا ذاكرت حتى لو كان طالب ذاكر أنا ذاكرت الحمد لله وربنا كرمني وأكيد اختيار ربنا لي المجموع ده خير ففرق بين حبس النفس عن السخط وبين الانشرح وسكون القلب لحكم الله وأكيد مبسوط بالسياسات فكرة إيه عارفة نزول الابتلاء كده الواحد برضو إيه بيتغير الكلام ده يعني عشان نتكلم في الواقع أكيد الابتلاء اللي بيقع على الإنسان هي بالمناسبة كلمة ابتلاء قد يعنى بها الخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالإنسان قد يبتلى بالخير ولكن المعنى الدارج لمفهوم الابتلاء يعني زي ما نقول مثلا فلان عنده أخلاق فقد تكون الأخلاق سيئة أو حسنة وإنما استعملت أو دارج استعمالها في الأخلاق الحسنة يعني فلما نقول فلان عنده أخلاق فيراد بها الحسنة فهكذا بالنسبة للابتلاء الابتلاء قد يكون الإنسان مبتلى بخير أكيد فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم يعني الإنسان يبتلى يختبر بكرم الله سبحانه وتعالى وأما إذا ما بتلاه النوع الثاني من الابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قدر عليه ضيق عليه الرزق فالابتلاء يكون بالخير وبشر أما عند وقوع الابتلاء بالشر الإنسان بقى بيزعى طبيعي طبيعي جدا الإنسان يكون عنده شعور بالحزن وشعور يعني الألم الداخلي شوية لكن إحنا مدركين أنها دنيا وليست جنة ومدركين أن الدنيا دار فيها دار ابتلاء واختبار هي اختبار أصلا الإنسان يبتلى بكل الأحوال وقد يكون الإنسان يتعرض لبعض المواقف لو عرف حقيقة الابتلاء اللي هو فيه قد يكون رفع لدرجة وعسى أن تكره شيئا وهو خير نعم قد يكون الأمر أصلا في ظاهره شر وإنما في باطنه خير في باطنه خير كبير جدا لي لكن أنا مش عارف المعنى علشان كده نرجع تاني راضي عن ربنا واختياره ليك ولا لا ولا لا البعض بيربط يا دكتورة سعدته بأمور معينة يعني لا أنا لما يبقى معايا فلوس حبقى سعيد وحبقى مرتاح بقى وراضي عشان ما أصرش مثلا في اللي حوالي ما بقى يعني مخلف فأنا أكيد حبقى سعيدة عشان الحمد لله أنا كده ربنا رضاني ففكرة ربط السعادة ربط الرضا بأمور معينة برضو دي ده معناه إيه لا هو ده مش ربط الرضا هو ربط السعادة بأشياء معينة طيب يعني إيه أربط سعادتي بأشياء إحنا عايزين نكون فاهمين نقطة حلوة قوي 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 العلماء يعرفوهن ويعلموهن أستاذ المروه إن الشيء اللي أنا بربط بي ده زائل ولا دائم جميل تخيالي كده حضرتك عربية ربطة نفسها مربوطة بشيء متحرك فهتتحرك العربية بتحرك هذا الشيء صحي كده؟ تمام كل ما ده يتحرك العربية بتحرك معي هكذا القلب وتعلقه بأي شيء أنا ربط سعادتي بشيء متحرك وزائل ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود فكلما تحرك هذا الشيء تحركت أنا وكلما رح مكان أنا رحت معاه زال هذا الشيء فزالت سعادتي به القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مسأل رائع في هذا الأمر عندما ولد سيدنا موسى عليه السلام ورب العزة سبحانه وتعالى يوحي إلى أمه إن إيه بقى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه ربنا سبحانه وتعالى بيكلم أم سيدنا موسى يعني كلام رهيب وقد لا يقبله العقل هل ممكن نقول لأم لو خفتي على ابنك رضعيه ورميه في البحر عقلا لا يقبل وإنما وحي رب العالمين بقى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليمة القصة اللي احنا عارفانها وفي الأخير ربنا سبحانه وتعالى يوصف لنا قلب أم موسى اللي ربطت سعادتها بابنها جميل هنعرف بقى يعني هذا الشعور وكمان إزاي عايزين برضو نتعرف من حضرتك إزاي نحن نتخلص من شعور اللي هو أربط سعاتي بأمور معينة إزاي نتخلص من ده هنعرفه بس استأذن حضرتك واستأذن مشاهدين الكرام نطلع الفاصل نرجع لحضرتكم مرة تانية فرحب بحضرتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا متكلم مع الدكتورة عن فكرة ربط السعادة بأمور معينة وبأشياء معينة وكنا متكلم هنا عن قصة سيدنا موسى فبرضو لو تكملين بقى حضرتك الشعور برضو في هذا وإيه قصة وإزاي برضو أنا نفسي برضو نوصل مع حضرتك إزاي نقدر نحن نتخلص من فكرة ربط سعادتنا بأمور معينة إحنا لسه كنا نتكلم عن إن القرآن الكريم يضرب لنا مثل الله سبحانه وتعالى في القرآن يضرب لنا مثل سيدنا موسى عليه السلام عند ولادته وأمه ألقت به في البحر طبقا للوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى فربنا عز وجل يصف لنا فرق قلبها فيقول رب العز سبحانه وتعالى فأصبح فؤاد أمي موسى فارغة وأصبح فؤاد أمي موسى فارغة قلبها فضي لما ابنها مشي أو هي ألقت به في البحر فراغ القلب أو فراغ الروح المتعلق بأشياء زائلة إحنا حتى وإحنا بنتكلم دربنا مثال بالعربية اللي بتمشي وهي مربوطة بشيء الحاجة دي تمشي هي تمشي معاه فربط القلب بأشياء زائلة أو ربط السعادة في القلب بأشياء زائلة تزول بزوالها صح اللي رابط سعدته بأولاده طول الوقت هيبقى خيص ومرعوب متعلق ومرعوب وعيش في رعب وطبعا كان أكتر مثل يعني قدامنا وقت الكورونا لما كان فيه وباء نسأل الله عز وجل أن يعني ألا تعود هذه الأيام أبدا اللهم أمين يا رب الناس كانت قلبها مرعوب صح مرعوب الأولاد ينزلوا فيه رب أي نعم لازم يكون إحنا مش عندنا لا مبالاة وبنتفاعل مع الأحداث ولكن عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى وعندنا يقين والفراغ الروحي بقى اللي بيسموه علماء النفس فراغ الروح عند تعلق السعادة تعلق القلب بأشياء زائلة فراغ الروح يعني إيه يعني إن أنا مبقى مش حاسة أو أطرق الأرض الروح متعلقة بأشياء زائلة سواء كانت أولاد أو فلوس إنسان متعلق بسروته جدا يفضل طول الوقت محافظ عليها لدرجة أنه قد يمنع الزكاة خوفا من زوال المال حاجة دنيوية يعني بالضبط أشياء زائلة كل ما على الدنيا ما فيش حاجة أصلا هتستمر ويبقى وجه ربك ذو الجلالي كل ما عليها فان كل حاجة مشية لكن اللي بيتعلق بالله فقط سبحانه هو اللي دايم دا مش كلام وعظ دا كلام مجرب إحنا حتى نفسينا لما بتلاقي كده إيمانياتنا بتعلى شوية والإيمان بيزيد وينقص لما بنتعلق بالله لفترات بتلاقي قلبك مختلف الدنيا بتهون صح بتلاقي تتعرضي لبعض التحديات أو أمور حياتية لما بيكون إيماننا قوي بنقدر بنتقوى بالله سبحانه وتعالى بنتقوى بوجود ربنا سبحانه وتعالى بحياتنا هو الرزاق هو اللي هيرزقنا اللي رزقنا في الرخص هيرزقنا في الغلا إحنا عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى إنه موجود إن لنا رب سبحانه وتعالى يرانا ويعلم بحالنا ويعلم مجهودنا ويعلم اللي إحنا بنعمله ويعلم إن إحنا بنبذل أشياء علشان ننال بها حاجات تانية فلو ما خدناهاش فها عوضنا لما بيكون قلبي متعلق بربنا سبحانه وتعالى مش هزعل ليه لإني واثقة فيه بالزبط دا كان بيجعني في شعور بالطمأنينة بقى خلاص طمأنينة واثقة فيه دا الرضا بقى أنا واثقة دا الرضا دا الرضا ليه؟ علشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن إحنا نستخير ربنا في أدق الأمور وفيه أقلها من وجهة نظر نستخير خد رأي ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تاخد القرار حتى لو كانت الأمور بسيطة جدا من وجهة نظرك استخرت ولا لأ؟ طيب تقول لي أنا استخرت وتزوجت فلان وبعد كان فصلت عنه بس أنا مستخيرة قبله ما تعلميش؟ في خيء؟ قد يكون هناك أمر في المستقبل لا تعلميه لا تعلميه أنت استخرت الله وفقتي ولا لأ عملت الحاجة دي طبقا لمراد الله سبحانه وتعالى اعمل اللي عليك وترك النتائج على رب العالمين سبحانه وتعالى حتى لو كانت النتائج دي في ظاهرها أنت مش حباها مش حلوة مش حلوة من وجهة نظرك الشهور دا على فكرة يا دكتورة مستمرة يعني عندنا دايما تلاقي أنا بدعي على طول بدعي وخلق ليه ما حصلش كده فدايما عندنا نوع من عدم مش الثقة مش قادر مش عايزة أقول الثقة بس أنا ليه من الحاجة اللي أنا عايزها ما بتحصلش فده بيعمل عند الناس نوع من أنواع إيه طب خلاص بقى يعني كله زي بعضه عارفة في برضو قصة سيدنا موسى مع الخضر يعني لما حصلت التلات مواقف ماشي شاف طفل موته إزاي يعني سيدنا موسى طبعا قلبه رقيق وإزاي طفل كده فأشياء لا نعلمها قال له أصبر ولا نعلم الحكمة قال له أصبر ماشي أطفال راح خرق السفينة بتاعتهم مرة تاني الناس تغرق قال له طب كنت أخذت عليه أجر ده هما ما ضيفوناش فأشياء قد نراها بأعيننا وراها حكمة من الله سبحانه وتعالى لذلك ندعو الله دائما على أن يرزقنا الصبر على ما لم نحط به خبراء ايوة بالزبط على مال مش كل اللي انت بتشوفه لا اعرف ان انت لازم تكون واصق ومطمئن وصابر عشان اللي جاي خير بس محتاجين صبر أقدار الله سبحانه وتعالى فيها خير كثير جميل قد لا نراه بالزبط وقد نرى فيه أمور فضيعة يعني أمور احنا شايفين طفل بيتقتل ولكن هذا الطفل كان هيعمل حاجات تانية كتير أفضع من اللي انت شايفين يا رب أنا وثقة في اختيارك لي في اختيارك لي في هذا الأمر لكن حتى أنا مش شايفة الخير فين أنت سبحانك تعلمه جميل تعالي بقى نتكلم على البيت احنا دلوقتي يعني دايما بداية أي حاجة محتاج صبر بول محتاج صبر طبعا بص تعالي نبدأ كده من الزوج والزوجة اللي هما بيتحولوا لأب وأم بيعلموا ولاد صغيرين ونشأ صغير فبيطلع أجيال فهو الموضوع بيبدأ من البيت ازاي ايه هي مفاهيم او المفهوم الصح لفكرة العيشة السعيدة في البيت مفهوم السعادة في البيت ايه هو احنا لسه بنتكلم عن السعادة عبارة عن شوية علاقات حال أضبط العلاقات لأننا طول الوقت بتعامل بتعمل مع نفسي بتعمل مع رب العالمين سبحانه وتعالى علاقتي بي بتعمل مع الناس فهنضبط علاقاتنا لذلك علماء النفس يقول لك أن السر السعادة علاقات مستقرة البيت اللي مفهوش استقرار بتلاقي الإنسان ده خارج من البيت مش متزن مش عارف ياخد قرارات صح ليه؟ لأن البيت في توتر صح فالبيت المستقر يساوي حياة سعيدة جميل دي نقطة مهمة جدا جدا يبقى الاستقرار يعني ده بيت سعيد بالزبط كده الاستقرار مهم جدا جدا ليه علشان يعني البيت ده جزء من الحياة وليس هو الحياة بأكملها بزبط وإنما هو الجزء الرئيسي احنا النهاردة بنخلص شغلنا ورانا وبنروح البيت فالبيت هو السكون فلو برا فيه نزاعات وتنافس وفيه يعني أشياء كتير جدا متعبة فلازم البيت يبقى فيه هو الهدوء والسكون ده هيبقى النزاعات برا وجوه فلذلك تلاقي مثلا سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اختيار الزوج الصالح ازاي معايير اختيار الزوج الصالح ازاي فيه حقوق واجبات مهمة جدا بالزبط هنفهم بقى ان احنا ازاي نحاول نطبق المفاهيم دي ونحن نعمل ايه علشان نوصل للمفهوم البيت السعيد او العيشة السعيدة في البيت ولكن هستأذن برضو حضرتك برضو ايه فيه لسه تشويق على تشويق كتير يعني انتظرونا بعد الفيان برحب بحضرتكم مرة تانية قبل ما نطلع الفاصل كنا نتكلم عن مفاهيم العيشة السعيدة في البيت وايه هي الخطوات المفروضة احنا كأسرة نعملها عشان نوصل للمرحلة دي مرحلة ان احنا نبقى عيشين عيشة سعيدة فيها استقرار وفيها يعني اطمئنان نعمل ايه بقى يا دكتورة يعني احنا بدأنا اول مفهوم هو قلنا الاستقرار ايه دين؟ الفكرة ان احنا قلنا السعادة في البيت بتعتمد على استقرار هذا البيت طب احنا ممكن نعمل ايه علشان البيت ده يستقر يكون في استقرار نرجع على رب العزة سبحانه وتعالى اصلا الهدف من تحييز من الزواج ما هو احنا الاول بنحط الهدف الاساسي وبنمشي بناء على هذا الهدف للخطوات اللي توصلنا لي فرب العزة سبحانه وتعالى يعرفنا الهدف من الزواج ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليه لتسكنوا اليها وايه كمان وجعل بينكم ايه مودة ورحمة المفروض ان احنا نتفكر في الاية دي زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا ان كل كلمة فيها قانون لوحده اية من ايات الله عز وجل ان واحد يتزوج وحده الاتنين من بيتين مختلفين تماما ممكن يكونوا من بلدين مختلفين من بيئات مختلفة تماما ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بينهم هما الاتنين ويعيشوا حياة كاملة مع بعض سبحانه الله اية من ايات الله ان ربنا عز وجل يخلق المرأة من ضلع الرجل ربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه هو يخلق المرأة الوحده والرجل وحده صح لكن اللي حصل مش كده ليه من ضلعه علشان تفضل دايما في كنفه وفي حمايته وفي رعايته جنب قلبه بينهم حب وسكن ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم خلقت المرأة من ضلع الرجل حتى تأنس به ويأنس بها هي تبقى في رعايته وكنفه وهو يحبها واحتضنها انتي قلت كذا مفهومة صحي كده؟ والله ما وده الرحمة والرعاية يعني حاجات كثيرة طيب وجعل بينكم لتسكنوا اليها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الهدفه ان الهدف من الزواج السكينة ان يكون فيه اطمئنان وحياة هادئة ليه؟ عشان نعرف نشوف شغلنا بالضبط لان احنا قلنا ان الزواج جزء من الحياة السكينة تتحقق هنا عشان احنا بقى نعمر في الارض ونعرف نشوف حياتنا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مواد ليه مش حب ليه ما جعلش بينكم حب لا هو في حب ولكن الحب شعور داخلي بس المواد تعبير عنه فالمواد أعم وأشمل وأفضل من الحب لان الحب انا ممكن اكون بحبك بس ما قولكيش وكم من المشاعر تدفن مع اصحابها لذلك اهم مفهوم من مفاهيم استقرار الحياة الزوجية التعبير عن الحب المواد ده مش كفاية اني اكون بحب اعبر عن ده بقى فعيل بكلام اعبر عن ده بطريقة تتناسب مع الطرف التاني مش بالطريقة اللي انا عايزها لان كتير قوي ده مهم ده ده مهم جدا يبقى المفهوم الاول هو المواد ده بالتعبير عن الحب وليس الحب فقط كام واحد عاش حياته وراح منها من غير ما يعبر لزوجته انه هو بحبها ونندم بعد كده تكون هي اللي تتوفى قبله ويبدأ بقى يتكلم ويقول ده انا كنت بحبها جدا ما قلت لاش كلام ده ما قلتش ده دي كات بتعاني من انها نفسها تسمع منك كلمة حلوة صحيح فالتعبير عن الحب مبدأ مهم جدا جدا في الزواج والتعبير له شروط لان ممكن انا اكون انا اكون بعبر باشياء هي مش محببة اليها ممكن اكون انا بديها فلوس مثلا كتير لكن مش بتكلم كتير مش بقول ان انا بحبك وان انت غالي عندي وتسلم ايدي وكتر خير الكلمات كده بتحب الست تسمعها صح ممكن الست او الطرف التاني بقى احنا مش بتكلم عن مرأة بس عشان الرجالة ما يزعلوش منها ممكن يكون الطرف التاني مش بيتأثر بالكلمات وانما عايز مني وقت اعود معاه فيه كتاب اسمه لغات الحب الخامسة ان الحب لغة ولغة كل انسان او الشفرة اللي بيتعامل بيها عقله في الحب مختلفة عن الانسان الاخر انا مثلا بعبر عن الحب وليكن بعبر عن حبي او بامتى احس ان اللي قدامي بيحبني لما يقولي كلام حالي او لما يجيب لي هدية او لما يديني من وقته وياخد اجازة من شغله او لما يساعدني كل دي لغات حب مذكورة في الكتاب ده اسمه لغات الحب الخامسة فانا محتاجة اعرف شفرة الطرف التاني لان انا اصلا عايز اعرفه اني بحبه فبعرفه ازاي عن طريق لغته وليس لغتي انا انا لو عندي وعايز ايه بالضبط لو عندي حد له لغة غير اللغة بتاعتي وانا عايزة اتواصل معاه فبكلمه بما يفهمه وبالتالي هعبرله عن حب لي بالطريقة اللي هو يفهمها ادي المواد ده طب الرحمة بقى عند فطور المشاعر تيجي الرحمة مش لازم دايما تكون المشاعر ملتهبة وفي شوق وفي لهفة ودي ناس كتير قوي يجوننا في الاستشارات تقول لي اللهفة راحت والشوق راح كان بيقعد يكلمني قبل ما قبل ما ندخل في بيت واحد كانش فيه ضغطات كتير دلوقتي نعم نتكلم بالساعات وباللوقتي خلاص اللهفة راحة تيجي الرحمة لما واحد مننا يبدأ يأثر في الواجبات اللي عليه التاني عنده رحمة به لان الحياة لا تسير على خط مستقيم واتيرة واحدة بالضبط ما بتمشيش على واتيرة واحدة فلما الطرف التاني أثر معايا شواف العلاقة هرحمه وابدأ تيجي المبدأ التاني او الجزء التاني وهو الرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى عندنا وابدأ كم مهم جدا تطبيق الحدود نسمع قول الله عز وجل في الطلاق مثلا حالة الطلاق لما بينفصل الزوج والزوجة للمرة التالتة بعد كده بتتزوج طبعا الشرع كده إنها لو تزوجت من رجل آخر وتم الانفصل بينهم فيجوز لها الرجوع للزوج الأول ولكن ربنا عز وجل يقولنا هنا في القرآن فإن طلقها فلا يتحل له من بعد حتى تنكح زوجا طب فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع ترجع للأولان بشرط انظن أن يقيم حدود الله يعني الزوج والزوجة بينهم حدود ربنا سبحانه وتعالى حدود ومسافات بتعني حقوق وواجبات الانصهار في العلاقة الحب جميل والمواد ده والرحمة جميلة ولكن عند غياب ده وده نبدأ بقى نتعامل بالورقة والألم حقوق وواجبات العلاقة بين الزوجين مش قائمة على الورقة والألم قد ما هي في المقام الأول مواد ده ورحمة مواد ده ورحمة لكن في غياب ده وفي غياب ده تلك حدود الله لو الاتنين عارفين أنهم عليهم حقوق وواجبات يرجعوا يكملوا مع بعض احترام المسافات بين أفراد الأسرة كلها على قد ما احنا بنحب ولادنا جدا على قد ما بنحترمهم وربنا سبحانه وتعالى وصهم علينا على قد ما لابد أن يكون هناك مسافات تحترم بين الآباء والأبناء لو المسافات دي تم اخترقها خلاص خلاص هيبقى في خلل خلل صح الزوج والزوجة كمان في بينهم حب ومواد ده ورحمة لو ده موجود وإحنا متفقين على ده تمام طب لو بدأنا نزعل من بعض بسبب المواد ده لأ نيجي بقى لقوانين ربنا صحيح من يا دكتورة نقول إيه في أدوار محددة زي ما حضرتك قلت لكل حد ممكن نقول مين اللي اتقى عليه مسئولية أو الدور الأساسي فين هو اللي هيحقق مفهوم السعادة اللي اتنين لازم يكون عليهم دور أساسي أنا دخلت العلاقة دي بكامل إرادتي اللي هو الإيجاب والقبول من بداية الزواج فأنا دخل فيها وأنا مدركة تماما ومتفاهمة لها فلازم أكون عارفة الدور اللي علي بيتطلب مني إيه حقوقي وواجباتي تجيه هذا الأمر إحنا اتفقنا إن في البداية خالص في مواد ده ورحمة بتعم الأمور بالضبط تيجي زوجة تقول لي ما بيعملش معايا كذا كذا ومتداي أما بيقول ليش كلام حلو بس أنا موفقة يعني ما فيش مشكلة عايشة مع عيلته ما فيش مشكلة راضية بكذا كذا ما فيش مشكلة أنا هنا بقى هقول لها لا اوعي تعملي ده ولا عليكي كذا مش هقول لها كده مدام هي راضية ومدام في مواد ده ورحمة القوانين بتتنحى شوية إمتى القوانين تدخل لما يكون فيه نزاع عند النزاع بقى لا تعالى حقها واحد اتنين ثلاثة اللي ربنا تدهلها وحقك أنت كمان واحد اتنين ثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى كفلوا ليك مش هناخد حقوقنا واجباتنا من السوشيال ميديا ودي أعتقد أن عندك فاصل السوشيال ميديا ده موضوع كبير جدا يعني عايز أقول لك شكل خارجي فقط سعادة فيك أو سعادة يعني اللي هي ايه مش طبيعية تشرة من السعادة بالضبط مزيفة سعادة مزيفة أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتورة ومجد إن شاء الله يكون لنا لقاءات تارية لازم نتكلم فعلا على مفهوم السعادة الحقيقي ومفهوم الرضا الحقيقي وإن إحنا إزاي نرضى باللي ربنا أسمهن نرضى بالقضاء ونرضى بقدره نرضى بالنصيب زي ما بنقول فالحاجات دي مهمة جدا هنعرفها إن شاء الله من حضرتك في لقاءات متجددة بشكر حضرتك جدا بشكركم مشاهدينا الكرام إن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع القادم دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر